تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستبتاءات والمقرر انتهاءه في السابع عشر من يناير عشرين أربع وعشرين اقترح مجلس الأمناء تحديد الثالث من مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني من جانبها ثمنت قيادات حزبية قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني مؤكدة أن إجراءات مجلس الأمناء تتم باحترافية وأن القرارات تعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية